موسيقى مجوز الأخبار من قناة الغد المشرق أهلا بكم تنتشر ألوية الدعم والإسناد بمحافظة أبيان ضمن المرحلة الثانية من عملية سهام الشرق ومكافحة الإرهاب ويأتي هذا الانتشار لتثبيت وتعزيز الأهداف التي حققتها القوات الجنوبية السابقة في مديريات شرق أبيان وضمن الخطة الأمنية التي تضمن تأمين المحافظات الجنوبية وتطبيع الحياة المدنية فيها وإطلاق المشاريع التنموية انتزع مشروع مسام أكثر من 900 لغم خلال الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر لعام 2022 زرعة الميليشيات الحوثية في مختلف المحافظات وأوضح المركز بأن عدد الألغام المنزوعة خلال شهر ديسمبر بلغ أكثر من 4400 لغما فيما بلغ عدد الألغام التي نزعت منذ بداية المشروع 379605 ألغام زرعة الميليشيات الحوثية باشوائية لحظ المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن افتتح وكيل محافظة حضر موت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد عثمان العمودي ثلاثة مشاريع تنموية نوعية بمدرية غيل بن يومين وأجرى تنفيذ هذه المشاريع برعاية محافظة حضر موت وبتمويل من شركة بيترو مسيلة وتتضمن توسعة مستشفى المديرية من خلال بناء سغى عيادات وبنى مختبر وذلك بهدف تحسين الخدمات المقدمة لأكثر من 48 ألف نسمة في غيل بن يومين والمناطق المجاورة لها هذا وزح العمودي استطار عن لوحة افتتاح مشروع بناء سد وادي سكبون ترأى سلامين العام للمجلس المحلي بمحافظة حضر موت صالح العمق لاجتماع الدوري الثالث للمكتب التنفيذي بساحل حضر موت وأوجه العمق المكاتب التنفيذية والخدمية بالاطلاع بدورهم من خلال تكثيف النزولات الميدانية لكافة فروع مكاتبهم لمراقبة سير العمل والأداء فيها مشددا على ضرورة الالتزام والتقيد بالملاحظات على تقارير التقييم للمكاتب التنفيذية دشن وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر صعيد العامر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات معهد العلوم الصحية بمديرية سيئون وأتفقد العامر عملية سير الامتحانات مستمعا من مدير المعهد الدكتور محمد لرضي عن التجهيزات التي قامت بها إدارة المعهد من أجل توفير البيئة الملائمة لإنجاح سير العملية الامتحانية للطلاب والبالغ عددهم 480 طالبا وطالبة على مستوى التخصصات المختلفة موزعين على مديريات ترييم سيئون والقطن نهاية الموجز إلى اللقاء